السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايها الاحباب الكرام تعالوا بنا نتحدث عن اسم الله اللطيف اللطيف هو الذي لطف عن ان يدرك وهو لطف الحجاب لكمال الله وجلاله فان الله تعالى لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة ويرى سبحانه في الاخرة اكراما ومحبة ولذلك قال عن رؤية الناس له في الدنيا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب وقال سبحانه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ايها الاحباب الكرام لاسم الله اللطيف اسرار وفوائد جمه فقد سرف الحق تعالى مهمات حصرية له فهو المكلف باللطف في المقادير لهذا ذا قولوا في الدعاء اللهم لا نسألك رد القضاء والقدر ولكن نسألك اللطف فيه لقد كان الصالحون يأمرون به النساء المتعسرات في الولادة حيث انه يساعد على الطلق اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه وله ايضا خاصية جلب الغائب والضائع من الخصائص المطلقة المنطبه حتى جلب الرزق من ضع رزقه او قل رزقه يقول هذا الدعاء وربنا يوسع له في العطاء اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه بل فيه مواجهة الكروب والمصائب والويلات اذا نزلت على العبد يخشى ضررها فيجأر بالدعاء ويقول اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه وينادي يا نطيف يا نطيف العارفون بالله جربوه كثيرا لقضاء الحوائج وتفريج الهموم والغموم وجزموا بان اسم اللطيف الاشتغال به يدفع الغم العاجل ويورت السرور ويدفع البلاء النازل ويجنب تيسير الامور انظروا مثلا الى سيدنا يوسف النبي عليه السلام لما وقع له ما وقع ماذا قال قال ان ربي لطيف لما يشاء حينما قال هذه الكلمات ان ربي لطيف لما يشاء اورثه الله تعالى ان جات من الجب وملكه مصر كما اخبر الله تعالى في كتاب العزيز بقوله وكذلك مكننا ليوسف في الارض هذا التمكين جاء من قول يوسف مرارا وتكرارا ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء فلطف الله تعالى الخفي فيه رحمة وفيه شفقة وفيه رفق وفيه كرم وفيه جود وفيه عطاء وفيه مدد الله تعالى يقدر على الانسان اقدارا وتحدث عن الاخدار كما اراد الله لكن لطفه يتدخل فيها ويحول بين حقيقتها وبين نهايتها فلو قدر الله علينا الفشل مثلا او قدر الله علينا حادثة او قدر الله علينا المرض او قدر علينا تضييق الرزق فاذا يقدر ذلك فاذا ما وقع هذا في الكون وقع ماه شيء عظيم من اللطف الذي يحمل من اثاره فنخرج بسلام وامان وبعده يعودك الله خيرا من مضاع اسم اللطيف من الاسماء التي جرت كثيرا على السنة اهل الله وهم يذكرون ربهم يا لطيف 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 بلا ملل ولا كلل يقولونها بفرح وسرور ويقين وثقة وكأنهم يستغيتون بالله تعالى يقولون انك انت الله ربنا اذا قدرت علينا شيئا وما دمت قد قدرته فلا بد انه حادث فينا يا ربنا فالطف بنا الطف بنا فيما جرت به المقادير لهذا كان الصالحون يقولون اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير واذا طلبت من الحوائش حاجة فاذعوا الاله واحسن الاعمال فلا يعطينك ما اراد بقدرة فهو اللطيف لما اراد فعالا هذا الاسم اللطيف فيه فوائد كثيرة واسرار ربانية لا تكاد تحصى وقد وقع من الوقائع والقصص وحكايات الناس الكثير من العجائب والغرائب من ذلك مثلا ما حكاه الامام الغزالي رحمه الله تعالى ان رجلا حمس مدة فكان هجيزه ما قال يوسف عليه السلام هذا الرجل لما كان في السجن كان يردد ما يقوله نبي الله يوسف ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء ظل يقولها وهو في سجنه وهو في زنزانته وفي بعض الليالي بينما هو في خلوة مع ربه يذكر مولاه ويناجيه باسم لطيف جاءه شاب فقال له قم وخرج فقال كيف اخرج والابواب مغلقة فقال ويحك قم فخرج فقام الرجل فما استقبل مابا الا انفتح له باذن الله تعالى حتى اخرجه من الابواب كلها من كل ابواب السجن فالتفت الرجل الى الشاب وقال له من انت من انت الذي منى الله علي بك فقال انا عبد اللطيف لما يشاء انا عبد اللطيف لما يشاء حكايات وكرامات كثيرة وقعت للصالحين وللابرار اصحاب الايمان واليقين هذا الاسم نعمة وكرامة وبركة وخيرات كثيرة من فوائده انه يجلب الخير والرزق والبركة اذا تم تكراره عقب كل صلاة ان نقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله يعطيك الرزق ويعطيك القوة ويعطيك العزة الرزق جيمك دائما ممتلئ بالمال القوة ما في احد يستطيع ان يظلمك ولا ان يحكمك العزة يعطيك الله الشهامة والنخوة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وشميل ان لما نقرأ هذه الاية نردد هذا الاسم المبارك ونقول الدعاء اللهم وسع علي رزقي اللهم وسع علي رزقي اللهم تعطف علي اللهم عطف علي خلقك اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن دل السؤال لغيرك برحمتك يا ارحم الراحمين الله يأتيك بالارزاق دون تسول دون ان تمد يديك الله يفتح لك ابواب وابواب من الرزق وتأتيك في سر لا يعلمه الا اللطيف الخبير سبحانه الكريم كذلك ايها الاحباب الكرام من تعسرت عليه المعيشة ولن يكن يملك شيئا من الدنيا وهو فقير جدا فما عليه الا ان يردد هذا الاسم فالله تعالى يأتيه بالطعام والشراب واللباس ويعرفه بالاخيار والابرار والكرماء واهل الجود ويكتر عنده العطاء فضلا من الله واكرمه كذلك من تعلق المه بمرأة يريد ان يتزوجها امرأة ذات منصب وجمال ومال ويتمنى ان يتزوجها لكن لم يستطع لذلك السبيل اما لفقره واما لضعفيه واما لعدم رضاها فما ان يقول هذا الاسم اللطيف 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 يا لطيف يا لطيف الله تعالى ينزل النطف ويجعل المحبة والمودة بين القلبين كذلك من كان مريضا وعجز الاطباء عن مرئه فليتوضأ وليصل ركعتين وليقرأ هذا الاسم يقرأه بنية صادقة فان مراده يحصل باذن الله بعض الصالحين وضعوا له ارقام من ذلك ان يقرأه مئة وتسعين وتسعة وعشرين مرة مئة وتسعة وعشرين مرة يقال حسب الصالحين المجربين ان هذا العدد هو رقم سري به تفتح خزائن الرحمن مئة وتسعة وعشرين مرة بنية صادقة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف والله تعالى يقرب اليك البعيد ويمهد لك الطريق ويفتح لك ابواب عطائه وكرمه هذا الاسم العظيم كان معروفا حتى في الغزوات وفي الحروب بل حتى لما كان الاستعمار الغربي في البلاد الاسلامية هناك بلدان قاومت بالسلاح وهناك بلدان قاومت باسم اللطيف نذكر مثلا على سبيل المثال في المغرب العزيز مغربنا الاقصى لما كان المستعمر الفرنسي كان ينهب خيرات البلاد وكان يعتدي على العباد ثم اراد ان يفرق بين المغاربة بين العربي والامزيغة فما اشبه الامس باليوم هذا المستعمر الفرنسي اراد ان يقوم بمهمة التفريق بين العرب والامزيغ ومن ثم اصدر ما يسمى بالظهير البربري الظهير البربري واسمه الحقيقي الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الاعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية باختصار يسمى الظهير البربري كان هذا في سنة 1930 للميلاد هذه الفكرة فكرة هذا الظهير قائمة على اساس التفريق بين المواطنين والاسلام لم تكن لتنجح بسبب وجود الحركة الوطنية القوية وايضا كان هناك اقطاب مغاربة في العلم وفي الدين وفي الذكر وفي الصلاح حيث كان المغاربة يتجمعون بالجوامع خصوصا جامع القرويين والمسجد الاعظم بالرباط ومسلة والمسجد المحمدي واليوسفي بالضال ميضاء وغيرها من المساجد وتقام الدعوة الى اقامة التجمعات لنشر الفكر الذي يدعو للإعتاق بالاستعمار فقامت الحركة الوطنية بتنظيم حملات في المساجد لقراط اللطيف كانت تنشرها على صفحة مجلة تسمى الفتح ليفتح الله تعالى الابواب المغلقة فصار الناس في المساجد يرددون دعاء اللطيف والذي نسه اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر فلا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر هكذا كانت الحركة الوطنية وما ينتظم تحتها من تجمعات المغاربة أشكال وأصناف رجال ونساء كبار وصغار يرددون دعاء اللطيف ويقولون ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف لطيف لطيف إن متوسل بلطفك فالطف بنا يا لطيف لك اللطف بلطفك عدنا يا لطيف فهذا حدو دخلنا في وسط اللطف وانسدنا اللطف ألا يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف تداركنا باللطف الخفي يا ذا اللطف فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أغيتنا أغيتنا يا لطيفا بخالقهم إذا نزل القضاء يتبعه اللطف تداركنا باللطف تداركنا باللطف الخفي يا ذا اللطف فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أغيتنا أغيتنا يا لطيفا بخالقه إذا نزل القضاء يتبعه اللطف لطيف لطيف أنت اللطيف متوسلين بلطفك وهكذا يظل اللسان ينطق ويلهج بلطف الله والقلوب والحناجر حتى تتعم وحتى تشعر بالعياء والعطش يدعون الله سبحانه وتعالى فتنفتح عليهم آتار اللطف ومن ثم صار المستعمر الفرنسي بأدواته العسكرية وبكل قوته وجماروته إلى الوراء وانتصر المغاربة وانتصرت الحركة الوطنية بجهد النضال والكفاح وأيضا بالذكر بذكر اسمه اللطيف أيها الأحباب الكرام تعالوا بنا نتحدث عن آثار إيمان العبد باسم الله اللطيف إن الله تعالى لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر أو خفي أو كان في مكان صحيق فالله تعالى عنده علم بكل شيء قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته فإنه في كل وقت وحين بين يدي اللطيف الخبير ربنا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير العبد المؤمن يعتقد بأن الله لا يفوته من أعمال العبد شيء فيجازي الناس على أفعالهم يوم الدين فلالمحسن يضيع من إحسانه مثقال درة وللمسيء يضيع من سيئاته مثقال درة وهو القائل فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره ويؤمن العبد المؤمن بأن الله تعالى يزيد أجور الصالحين من فضله وكرمه ما يشاء ويعفو ويتجاوز عن ذنوب من يشاء من عباده بنطفه وعفوه وكرمه ويعدم بالذنوب من يشاء من عباده بعدله وحكمته إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن لطف الله عز وجل كثير ومظاهره واضحة للعيان فمن لطفه سبحانه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغديته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام التذي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعلم ولا مشاخدة بل فلق ربنا عز وجل البيض عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال ثم ربنا عز وجل بشأن الرضيع أخر خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة لاستغناء الرضيع بالغداء باللبن عن الأسنان ثم بعد ذلك ربنا عز وجل أنمت له السن والأسنان عند الحاجة إلى طحن الطعام سبحانه لطيف بعباده والأسنان يمضغون واللسان وسط الأسنان ولا تكاد الأسنان تعض اللسان لهذا يقول سير الله حفظك محفظ الله اللسان من السنان لطف من الله عز وجل ثم انظروا إلى لطف الله تعالى في خلق هذه الأسنان قسمها الله إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وإلى ثناية حادة فيها أطرف حادة للقطع ثم استعمل اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطاحن كالمجرفة دون أن تعضه الأسنان إنه لطف الله عز وجل ولو ذكرنا لطفه سبحانه في تسير لقمة نتناولها من غير كلفة نتجشمها قد يتعاون على إصلاح هذه اللقمة خلق لا يحصى عددهم من مصلح للأرض ومن الزارع والصاقي الذي يسقي الزرع والأرض والحاصد الذي يحصد المنتوج والمدقي والطاحن والعاجدة والخامزة إلى غير ذلك لا نستوفي شرحه ثم بعد ذلك تأتي عندك لقمة الطعام والخمز بين يديك وقد مرت بمراحل وأطوار لطف الله تعالى يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وهو سبحانه يسر العباد أمورهم ويستجيب دعاءهم فهو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون نعمه علينا ظاهرة لا يحصيها العادون ولا ينكرها إلا الجاحدون وهو الذي يرزقهم بفضله من حيث لا يحتسبون قال ربنا سبحانه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وقال جل علاه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز أحباب الله كلما زاد قرب العبد من ربه زاد لطف الله تعالى به وانظر إلى لطف الله تعالى بنبيه يونس عليه السلام قال عنه فالتقمه الحوت وهو مليم سيد يونس صار في بطن الحوت في ظلمة الليل في جوف البحر وظل ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وربنا بإسمه اللطيف أخرجه من بطن الحوت وقال جل جلله لولا أنت داركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم إنه لطف الرحمن عز وجل فيا أيها الأحباب الكرام إذا أردتم أن تتعرضوا لنفحات إسم الله اللطيف كونوا قريبين منه سبحانه وتعالى راقبوه في كل أحوالكم لا يراكم حيث نغاكم ولا يفقدكم حيث أمركم إنه اسم اللطيف العظيم الذي هو مفتاح للفرج مفتاح للعطاء مفتاح للكرم وبالتالي وبالتالي أيها الأحباب الكرام لا يجوز لنا أن نستغل النطف الإلهي بصورة خاطئة فإن النطف اللطيف يسير نقمة وعقاب على المستهزئين فربنا يقول إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم علينا أن نستعمل اسم النطف الإلهي فيما يحبه مولانا ويرضاه من جلب الرحمات وجلب الأرزاق ودفع النكبات ودفع الأمراض والأسقام والهموم والكروب ودفع الخلق أجمعين اللهم استرنا بإسم اللطيف والطف بنا ببركة اللطيف وأكرمنا بجمال اللطيف